زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد دانهيان وزير الخارجية اليوم متحفة البارتينا التاريخي في فيننا وذلك في طار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا رفق سموه خلال الزيارة معالي إليكزاندر شلامبيرغ وزير خارجية النمسا بحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية وطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد على أقسام المتحف ومعروضاته المتنبعة حيث يضم نحو خمسة وستين ألف لوحات فنية بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية كما تعرف سموه على تاريخ إنشاء المتحف في القرن السابع عشر حيث يعد أحد أقدم المتاحف على مستوى العالم وأشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد دالنهيان بمتحف البارتينا تاريخي في فيينا مؤكدا أنه يعكس تنوع والثراء الثقافي في النمسا كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي وأشهد سموه إلى همية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفنية وذلك في طار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين معربا عن تمانية للنمسا صديق وشعبها دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة